سباح النور، سباح الورد، سباح الخير، مرحبا بكم على موجة EFM أحلى راديو اليوم السبت 9 مارس ونحن التسعة واحدة شنطقيقة وهذا هي اقتصادنا بالمليء معكم من وراء المصدح في التقديم والتنشيط عبدكم فيقير سوفيان جوبانتيني ومعايا اليوم في الستوديو العنصر جديد سيبيلين الخميري في التحليل والتعليق مرحبا بك، مرحبا بك سوفيان، وصبح النور نقولوا بتبيعة مرحبا بالسيدة المستمعين وبتبيعة زيدة المشاهدين بتاعنا على اللايف يوتيوب ولا على الفيسبوك غاديو EFM اليوم اقتصادنا بالمليء بش نرجعوا الفورماء بأول ما بدنا فيه وانا يعز علي خطر أول ما بدنا فيه، نخدمينا بيليل هوني في الاعداد وككرونيكور كنت في بلاستيك كنت في الفقرة هذي فقرة الزملاء في الحافلة، فقرة الزملاء في الحافلة سهلة يسر بش السيدة المستمعين والمتابعين بتاعنا يكونوا في بيلهم بش نواسار الجمعة هذي على المستوى الاقتصادي كل أسبوع بش نختارولهم أهم الأخبار بش نرجع اليوم بش نتكرهم بها ونعلقوا بعض الشيء عليها إذين نص ساعة الأولى والنص ساعة الثانية اليوم بش يكون معانا بالهاتف في مرحلة أولى السيدة عبد الرزق حواس الناتق الرسمي بس الجماعية التونسية المؤسسة الصغرى ومتوسطى بش نحكيه معاه على حكاية عقود المناولة وعقود المحددة الزمن وفي الدرجين اللي خلانين إن شاء الله بش يكون معانا صديق الحصة سي لطفي الرياحي وهو رئيس جمعية إرشاد المستهلك بش نحكيه معاه بما أنه سيدة رمضان على الأبواب شنو المواطني نجم يعمل كي يلقى روحوا قدام بيع محتكر ولا يمارس في البيع المشروط شنو الأرقام نتصلوا بها وكيفيش نحكيه على الحالات الزومة ونعلموا بهم السلطات تود شوية نتعداو للزملاء في الحافلة أيوا أهلا وسهلا مرة أخرى دوك إخبرنا لول اليوم مش نحكيه عليها بط عند الزملاء في موقع البورسة بوان كوم يقول تراجعوا نسبة التضخم لسبعة فاصل خمسة بالمية أي تفضل سي بيليل والله إلى هنا بش نقول لك هبطتها المأهد الوطني للأحصى ونقلتها البورسة لهنا كنا في سبعة فاصل ثمانية في شهر ليفيت في شهر جانفي واخرنا إلى سبعة فاصل خمسة إلا أنه بحتي سيب لنزليق السنوي كميب كنا نأخذوا بعض المواد الغذائية مثلا نلقوا فما ارتفاعه بعشرة فاصل اثنين بالمية لحظة برك خن نبعدوا شوي على التكنيك فهمني خنفصلوا سيد المستمعين لنزليق السنوي معناها الفرق على 12 شهر على عام الفترة هي نفسها من عام ناولا معناها كنا نحكيه على فيفري معناها نحكيه بين فيفري 2023 فيفري 2024 شنو أصار في لنزليق السنوي مش نكونوا احنا متفائلين نروا حاجابيه يا برشة هاي بالطبع هاي نعملوا مقارنة قبل كل شي مع اقتصاديات تشبه لنا ولا قريبات لنا كما مصر وتركيا نقوا نسبة تضخم في مصر في 30 بالمية نعملوا شيفر عمرا ما وصلت لها تونس نقوا نسبة تضخم في تركيا ب40 بالمية قبل ما نحكيه على الاسباب جس بش نحب نذكر عليش جبنا نسبة تضخم 7.5 بالمية وبنينجا التضخم في تونس اساس هو جاي من سوفيان من قهو عشتاشر برشة قهو جاي من قهو 35 بالمية ومن الحم هاي بتبيع الحم عدس معنا اللي هني سرتو العلوش 22.5 بالمية و 12.5 للبقر معناها القهوة زيت 35 بالمية في 12 شر والعلوش قدش زيت 22.5 بالمية 22 22 ماشاء الله والبقر زيته 12.5 بالمية ووضح ووضح والله نحكيه في الزيت زيت كيف كيف بالنسبة للزيوت 21.8 والتوابل 15.2 جوز بش نعطي تحليل صغير من الاربع مواد اللي انا ذكرتها في المواد الغذائية هذية هاي بريسك احنا عنا كنا الحم ما ننجو فيه في تونس الاخرين مواد المورد بقينا خمسين خمسين موردوا من البرة وعنا من هنا زيت زيت كيف كيف التوكب دينا مش ندخلوا في قطاع في اطار الانتاج بتاع الزيوت الغذائية واللهنية بش نقول لك اللي الاسباب هي اسباب عالمية واسباب محلية الاسباب عالمية معنا انتي تحب تقول اللي ديما نسمعو به التضخم المورد اللي نجيبو فيه من البرة معنا نزيد نقول لك مش كان المورد على خطر احنا في اطار العالمة وعننا متعاملين من البرة وقاعدين نوردوا في سلع ونتعاملوا مع دي فورني سور البر هاي ننجو ما ننجوش كل شي ننجو حاجات نصدروهم ونوردوا حاجات بش نستهلكوهم اللي منقدروش احنا ننجوهم بالكيفية اللي تبدأ موجودة البرة ولا بالثمنة ذاك التنافسي الموجودة البر وهذا هي اللي خلينا نخمو في العوام الاخرى انه نمشيو نتوجه نحو انه نعملو نوعا من الحد الادنى من الاكتفاء كيفاش النجمو نعملو لحد الادنى هاي انه نمشيو مثلا نزرعو النباتات النجمو نجيبو منها الزيت الغذائي بعن القهوة ما نجموش على غير مثلا عنا الحاجة بركة موجودة هي الحم لانه نحبو نرجعو المنظومة بتاع الاعلاف اللي هي في حد ذات غلاء الاعلاف كان متسبب كنتيجة لي غلاء على مستوى اللحوم كسو سواء لحم الضأن وإلا اللحم البقري هاي العلوش والبقري احنا نقول وجي رمضان ياخوي اه سيدي رمضان اما ليه فهم اخوية تطمينات صارت من قبل الدولة بش يصير تسعير بش يصير تسعير على مستوى اللحوم معناها مش نحاولو نعدو بيه السوق في حدود كما نشغال ثين وثلاثين دينار هاي هكا هو معناها الكلم هذا به بتبيعه من نجمو كان نحييوها كان مش نحكيو على المستوى الاقتصادي على المستوى النظري خطر كنا نعرفوا انه فهم مشكل على مستوى الا القدرة اه الشرائية فهم اه بعض المحاولات انه نصلحوا لكن انا نحب نسألك بيليل هل ان انت ترا انه التسعير اذي بش يكون ناجع في الواقع بش يكون مطبق مهلا والله هو تعرفش بش يعمله بش يحاول يعدل السوق خطر انت تعرف اللي احنا عنا عرض وطلب مدازمش واحد يبيع بالاخسارة اما انت كتوفر له بديل هنا حتى لو كان يكون بكميات بكميات مهيش بش بش تستوعب السوق الكل بش تخلق نقص تقول انت نقص ما كل حد او زي دا الحب نرجع الحاجة الهنا هاي اللي في الاسباب اللي كنا نحكي وعلي حكينا عالعالمية اما حكيناش عالاسباب الوطنية الوطنية زي دا حاجة اخرى زي دا رو في تونس عنا الاسعار ترتبط معنا بالندرة متع الصلاع والندرة متع المواد هذية نجمة تكون من مسالك توزيع رو رو الهنية هناك تونس رجعت وسيطرت على مسالك التوزيع الموجود في المواد الغذائي هو موضوع مسالك التوزيع دا ان شاء الله بشانت ترقوله في حلقة اخرى انا نقول لك شنوه نتعدى الفاصل ونرجع ونكمل ونحكي موسيقى سبت 9 مارس 2024 وهذا هي اقتصادنا بالملي على راديو ايفام احلى راديو قبل الفاصل كنا نحكيه معاكم على خبر يتعلق بالتضخم اللي رجع على 7.5% وتحل النقاش وتخلنا في مواضيع كيمة مسالك التوزيع وكيمة الانتاج الوطني وشنوه المواد اللي قاعدت تتسبب في التضخم هذا وشنوه المواد اللي تنجم تعاونها باش النقص وبالتضخم هذا لكن انت بليل توقف الأوف حبيت قل لي راو فم الموضوع هذا زادا راو متعلق بموضوع آخر اللي هو قلت لي الماس مونيتير هكرا يعني احنا نسبت عاا القيمة متع الفلوس اللي قاعدت دور في السوق راو كنقول له فلوس الهناي نحكيه عن المطبوع اللي بيه معناه اول مره نتعداه وسقف الـ 20 مليار دينار معنا عنا 21 اكثر من 21 مليار دينار فلوس قاعدت دور الهناي قاعدين لازمنا نشوفوا له حل هذي احنا راو لازمنا قاعدين نشجعوا باش ندخلوا في المقرش الاقتصاد الملضم كاش اللي قاعد يدور برشا كاش يدور البره هذي ما يمسش كين تضخم فقط راو ما معناها برشا كاش؟ ما معناها تحكي ع السوق السودي لا مش ع السوق السودي نحكي مثلا التوينسا مثلا الاقتصاد التونسي ولا التوينسا بصفة عامة يبدأ عنده مثلا مونطان بقيمة الفين دينار الساعة هو يبدأ عنده في البنك مثال كيمشي يجبد هو لفين دينار ولا واسباس البر مش وفرهم للبنك فهمتني ولا دونك الهنا قاعدين نتعاملوا بالاسباس انا بالنسبة للي هذي رهي لازم يدخلوا بشوفوا يعملوا سياسة فيها يعملوا فيها للحلول احنا بالعكس لازمنا نقصوا من قيمة المعاملات نقدا ومن قيمة النقد اللي قاعد يدور في الاقتصاد وزادة بش نربط لك صفيانا مع التضخم بش نكونوا متفاقلين واحنا على بواب سيدي رمضان الهنا وممكن نربط مع حاج اخر رو اكثر اسباب اخرى غير الاسباب المالية لتضخم في تونس الطاقة اللي انا بالنسبة للي اكبر مشكلة عن تونس مشكلة التاقة هو يقول لك التاقة ري تتسبب في العجز تمس الموازنية العمومية لو كان غدو نزيدك خمسين فرنك في الليسونس تطرى التضخم في كل قطاعات خاطر ما غير التاقة ما تنجم تعمل حتى هو كلامك صحيح معناها كان نجيو نحلو معناها انت تقصد سوم النفط بشي زيد سوم المحروقات بشي زيد حتى النقل البضاعة بشي زيد الانتاج بشي زيد فاتورة الكورون بشي تزيد وفاتورة الجاز بشي تزيد كل شي بشي زيد باي باي داي كل الاخبار لول خلينا نقدمه شوية نتعديه للاخبار الثاني اللي قريناه في عديد الصحف ومن بينها الزملاء في الصباح نيوز كتبوا عليه زيارة رئيس الجمهورية للجزائر ومن قال برشة حاجات مهمة منها حق الشعوب في التمتع بثروتها الطبيعية وقد زاد مجموعة من اللقاءات مع مجموعة من المسؤولين كأنها تزيد تحكينا أنا لهنا بش نحكي اختصاد أنا فهمة كومينيكيز در عن وزير التجارة والطاقة وزير الطاقة سمعني اش قال؟ قال تونس قاعدة تعمل في سياسة عمومية في إطار أنها تشجع على حل للعجزة الطاقية متاحة وللفقرة الطاقية في الحلول هذي لي وردت ما اي فقر احنا فى الطاقة اخوي قلني سيم فنومين ظاهرة ذي اقتصادية وش ظاهرة اقتصادية احنا ما عنهاش طاقة احنا عنا عجز في الميزان التجاري في الطاقة وعنه فاقط في الميزان التجاري غير الطاقة عنا فاقط ب133 مليون اي اما عنا عجز فى الطاقة فقط بستمية وثمانية وثلاثين مليون دينار ديما نحكي مياه هر معناه اي يي وقعدين ننجو معناية الطاقة الاستقلال الطاقة متاعنا كنمشيوا مثلا التكرير النفط 19% فقط من السوق المحلي ايه احنا مناش دولة منتجة للنفط ايه لكن كنا في حد معين ننجو قد نستهلكوه ما كانش مثلنا عجز كبير عملنا زو السياسات شجعنا على الانتاج بتاع الطاقة بكل نواحة وفي الحاجة الثانية رشدنا استهلك الطاقة وهذا يلو كان نرجعو اخويا سوفيان اللي صدرت عن عن سيد الوزير ونربطوها بالعمل الدبلوماسي اللي قام بها رئيس الجمهورية نكتشفو اللي تونس قاعدة تشجع على الاستثمار التدريجي وعلى الانقطاع الشغرة في مجال المحروقات وقاعدة تلقى في حلول مع المستثمرين الى جانب والهنية ممكن انا بالنسبة ليليا وجود تونس في متداكة كما هكاكة وتمثيلها دبلوماسيا على مستوى اعلى السلط نتوقع ما ينجم يرجع كين بالبهي وقت اللي نزيده اللاحظة ونزيده الحلو شوية ونلقاه اللي مثلا اللي مثلا الاستثمار في الطاقة نظيفة في تونس زاد السناء اه تحكيهوني على الاستثمارات كذين الاستثمارات المباشرة هكا استثمارات مباشرة في القطاع في قطاع الطاقة النظيفة ولا المجد كان مش نفسروا للسيد المستمعين يضيها معناها الخواص الاجنبي اللي يجي يستثمر والاجنب يزوس التونس والاجنب اعلنوا اللي هما بش نستثمروا بما قيمته مئتين وثلاثة وسبعين مليار اي تسعة وثلاثين بالمئة من الاستثمارات في شام في جانفي في القطاع الطاقة المجد لهناك نربطه مع بعضه شو نشوفه نلقاه عنا سياسة عمومية ولا عامة على مستوى الطاقة المجد قاعدين نشجعوا فيها قاعدين نعطيه في تخفيف فلعب الجيبائي قاعدين نشوفه في النتيجة لذلك على مستوى الاستثمارات وفرض وقت نلقاه عمل دبلوماسي من اجل سد الوجود حلول للاشكاليات وخاصة مع المستثمرين على مستوى التنقيب والاستغلال رو انا بالنسبة ليليا العجز في تونس كسوا في الميزين التجاري او حتى على المالية العمومية رونا قاعدين ندعمه في اكثر من سبعة الاف مليار للطاقة رونا بسبعة الاف مليار في العام مليون المليمات ندعمه فيهم القطاع الطاقي انا بالنسبة ليليا قاعدين ننتحرك وشو قاعد هذي الحل هذي هو لو كنا نشوفه له حل غدوة المالية العمومية تتفرهد الاثر متاعه غدوة الاقتصاد يتفرهد زاد خطر بالنسبة لينا احنا دولة فقيرة طاقيا لكن هذا ما يمنعش اللي فما حلول لازمنا ركزه على الحلول هذه وانا ما نكذبش عليك انا تبشرت معناها ودعوة اللي صارت لرئيس الجمهورية وكي نقرأ معناها مع السياسة اللي قاعد يخدم عليها وزير الطاقة هنا من نجم كان ان شاء الله سير معناها كي ما نقوله النسق يكون اعلى شوية خطر من نجموش نعيش وازيد من هك هو النسق لازم يكون اعلى شوية كلمك صحيح هوني خلنينا نذكروا السيدة المستمعين رأوا من جهة تونس عندها برنامج وطني للانتقال الطاقي وكان بحذينا برشة ضيوفا من خيرة ما انجبت تونس في المجالة ذي وحكينا معاهم بكل سراعة ومعناه الحوار كان ويقعي وفهم ما شكون فسرنا سيشاكيب بن مصطفى عن الكونيكت نحييه بالمناسبة كان بحذينا هوني وفسرنا قلنا رأوا للأسف في لحد الآن تونس تحقق 30% الوبجيكتيف داعنا ان 30% من الطاقة المستهلكة تكون ناتجة من الطاقات البديلة لكن لحد الآن مازلنا في 3.2% معناه مع العلم وكان ندخل الهنايا رأوا صعيب برشا رأوا يحب لها برشا خدمة رأى 30% اما خلينا نكونوا متفاقلين في الجانب الصغير علاش خاطر كيف ما في بالكش تركيا منع تصدير النفط متاحها رأي لمدة 6 اشهر لأسباب دي خيلي سمحني روسيا مش تركيا روسيا ايه سمحني ولهنايا اكبر احنا من اكبر المواردين جزء معلومة اخرى قتلك معاش مش نزيد في انتاج البراميل النفط معناه الوضع العالمي اصلا فما كما نقوله بالنسبة لنا احنا رأنا عنا ديما معنش استقلال طاقي رأنا مهدين على المستوى الطاق رأوا تونس اكثر الحاجات اللي ممكن استثمرت فيهم وقعدة تدعم فيهم هي الطاق اكثر حتى من المواد الغذائية نصرفه برشا معناه نصرفه برشا حتى ورقة الضاء وزيدت باهي باهي والله كلام معقول خلينا نزيد ونقدمه شوية اه نتعدى وتوى للاخبار الثالث يتعلق بي دبلوماسية تونسية وتماقوحها يقول الاتحاد الاوروبي يدعم الميزانية التونسية بمئة وخمسين مليون اورو اشنية حكاية هالفلوس هذي منيجة اخويا هذي في اطار زادة دبلوماسية خطر رفهم الدبلوماسية الاقتصادية مهم ارا مهمة وقابط علينا سنين برشا يا صفيان اما هذي الدعم الميزانية جاي مناش هو بعنوان شنوه هو بعنوان الاتفاقية اللي صارت عم ناول مع الاتحاد الاوروبي احنا كنت نتذكر عملنا اتفاقية في برشا بنود ومن البنود هذي انو انو الاتحاد الاوروبي يدعم تونس في الايطار في الزيق اللي قاعدة تتعدى به تونس تواه على مستوى المالية العمومية المئة وخمسين مليون اورو مهمش برشا فلوس الحاكم تعرب براح اما ينجموا اما هما كان نخذوهم يكونوا حل احنا خلصنا قرض فيش فيفري وما زلوا عنا سنين امرا واكثر عام بش خلصوا فيه هذي هذي اللي حبيتنا هو سنين فيه برشا قرضات قرض السيادية اعلى مستوى في الفين وارم وعشرين ومتي قلت انو القرض دي بش يعزز مخزون العملة التونسي هو هيبة مش قرض مع العلم هو هيبة به بهي التوضيح الهيبة هذي بش تعزز مخزون العملة مع العلم انو مخزون العملة تراجع شوية عنها وهو الاتفاق هذا معناها فيه فيه تكملة اخرى فيه شنو اللي خلاه الاخبار شنو يقول بالضبط هل انو يساحل وضعي التونس يشجع الدول الدول الاخرى المجاورة مثلا اه التونس ولا حتى للدول الاوروبية ان وحدها تتحرك زيادا وتعطينا قروض ولا هيبة ولا نوع من الدعم احنا رفضنا قبل ستين مليون اورو احنا اعتبرناهم وعليش رفضناهم تحب الحق شوية ستين مليون اورو شنو ما ستين مليون اورو في ميزانية الدولة بنوا عنوين جيوا جيوا بعنوين الكورونا احنا كورونا جاوزناه أما كي نرجع للبنود للاتفاق نرى للعنوانة متاع المية وخمسين أورو كانت على حسب الاتفاق هذه معناها كي ما نقولوا تدخل ديما في إطار الدبلوماسية أما الأهم من هذا اقتصادية لنا المية وخمسين أورو هذن بش يكونوا كي ما نقولوا هكا هي رتحوك خوي يصفين تصور أنت تبدأ متعدي وتلقى مية وخمسين دينار ينفسوك ينفسوك بش تتنفس بها مسيدي رمضان جاي على الأبواب عندك بعدها هي كي ما نقولوا باكالوريا جاية عندك معها صيف جاية عندك موسم سياحي ممكن هما ظاهريا على مستوى المالية العمومية وخاصة خاصة خاصة على مستوى العملة الأجنبية مهمين ياسر المية وخمسين أورو هذن مهمين مهمين هو راهو من نجمه كان نتمنى أنه تونس تولي في مكانها اللي علش لا هي تعطي الهيبات وتعطي القرون كنا نشمر على يدينا ونخدم على رواحنا نجم ونصلون على بالضبط بالضبط إن شاء الله ودك وولدي عيشوها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إحنا ذكر شو نحبوا معناها خلينا تواب بعد ما كملنا الحاصلة إذية اخترنا الثلاثة أخبار هذوما اللي هزونا سيد المواضيع أخرى أنا نحب